في الشان الفلسطيني وبعد إصدار الحكومة هنا قراراً يقضي بتخفيف قيود الحركة والبدء تدريجياً بإعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها رصدت كاميرا رؤية خلال تجوالها في شوارع رام الله حركة نشيطة في الأسواق دون مراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا لا شك أن تفشي فيروس كورونا قد زاد من عمق الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والتي تعاني بشكل عام من اقتصاد هش دون وجود عملة أو موارد طبيعية ما دفع الحكومة الفلسطينية للإعلان في الثاني والعشرين من الشهر الحالي عن بعض التسهيلات الاقتصادية على المواطنين مع الحفاظ على إجراءات السلامة إننا على استعداد لاتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على السلامة العامة ولتشديد الإجراءات الصحية بحيث يكون المبدأ العام هو التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد يسمح بفتح محلات الألبسة والأحذية والإكسسوارات والاتصالات والإنترنت في هذه المحافظات أيام الجمع والسبت على أن تغلق الدكاكين والسوبر ماركت أيام الجمع فبعد مضيه 45 يوم على إجراءات الحكومة الصاربة للحد من تفشي فيروس كورونا ها هم التجار يعودون للأسواق لكن القرار لا يسمح لهم بفتح محالهم التجارية إلا يومي الجمعة والسبت ومن الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة والنصف مساء أنا واحد من الناس اللي أنا ملتزم يعني أول شي هيني لابس كفوف وعندي هيني برضو عندي لابس في معي كمامة يعني كثير شغلات واحد لازم يأخذ بعين الاعتبار فيها ونتوكل في الآخر عرب العالمين وإن شاء الله أنه شهر رمضان يكون شهر فضيل وخير وربنا يصلح الحال وغير الحال الجمعة وسبت أنه من الصبح يعني من العشر تقريبا لحديث الإفطار هلا بعد الإفطار سيكون منع تجوال يعني أنه ممنوع تروحوا تيجي كمبدئيا جمعة وسبت بس أتمنى أنه ما يصير حالات وما يصير شيء كبداية ونقدر نفتح المحالات ككامل لأسبوع إن شاء الله ومع إعادة فتح الأسواق من جديد تزداد الخطورة من تفشي فيروس كورونا في المدن والقرى الفلسطينية وخاصة أن نسبة كبيرة من السكان لم تعد تهتم بإجراءات الوقاية كارتداء الكمامات من مدينة رامالله المحتلة آية الخطيب رؤيا